السلام عليكم يا رب تكونوا بخير في الفيديو ده هنفهم كل حاجة عن الـ 3D Effect على برنامج Adobe Illustrator فلو حبيب تفهم أي حاجة عن الـ 3D Effect على برنامج Adobe Illustrator خليك معايا في الفيديو ده للآخر وإن شاء الله هتفهم كل حاجة بالتفصيل في الـ 3D Panel فقبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو استفسارات ياريت يسيبوهن في الـ Comments ودلوقتي يلا بينا أول حاجة محتاجة تعرفها عن الـ 3D Effect في Adobe Illustrator إنه هو موجود بس بداية من نسخة 2022 وطبعا موجود في النسخ اللي بعد كده 2023 وإحنا طالعين إن شاء الله بس مش موجود في أي نسخة قبل 2022 علشان لو ما لقيتوش عندك فأتأكد إن انت معاك النسخة المزبوطة وأنا حالياً بستخدم نسخة 2022 فعلشان تفتح الـ 3D Effect أصلاً من البداية هتروح على قائمة ويندو وهتلاقي 3D and Materials وبكده إنت هتكون فتحت الـ 3D Panel عندك فهتتفتح عندك كويندو لوحدها بالشكل ده وبعدين لو إنت حابب إن انت تحطها مع بقية التولز على جنب كده فأنت هتشدها من هنا وهتحطها كده في العمود ده وأول ما تشوف المربع الأزرق ده يظهر معاك هتسيب وبكده هتكون حطيته مع بقية التولز في الجزء ده فدلوقتي هنبدأ نشرح حاجة حاجة في الـ 3D and Materials Panel أو في الـ 3D Effect على Adobe Illustrator فهنبدأ نمسك حاجة حاجة ونشرحها بالتفصيل ونشرح كل حاجة تحتها بتعمل إيه وممكن نستخدمها إزاي فلما هتفتح هنا الـ 3D Panel دي هتلاقي عندك plane وإكسترودي وريبول وإنفليت فخلينا نعمل مربع كده علشان نطبق عليه ونشوف فهرسم مربع بالشكل ده وخليني أغير اللون بتاعه لحاجة زي كده مثلاً ويأقفل الـ Stroke بتاعه بعد كده لازم تتأكد أن انت مختار الـ Object اللي انت هتحوله 3D وتفتعل 3D Panel وهندوس من هنا على plane plane اللي بيعمله أنه هو بيعملك زي أرضية كده بالـ Object اللي انت عملته يعني هو مش بيحولولك حاجة أن انت تكون شايفة 3D ولكن هو بيدخلك الشكل في حيز 3D فدلوقتي بقى هو موجود الـ plane أو المربع اللي انت رسمته ده بقى عندك لـ XYZ ممكن تحرك فيهم فبتحرك الـ Rotation بتاع الشكل بتاعك من الدايرة دي أو الـ X أو الـ Y axis عن طريق العواميد اللي قدامك دي أو الخطين اللي قدامك دول فلو لفيت الدايرة دي كده بيقولك ان انت كده هتروتايت حوالين الـ Z axis وده كده بيقولك ان انت بتروتايت حوالين الـ Y axis والتاني بيقولك ان انت بتروتايت حوالين الـ X axis فبتقدر تلفها مانيولي بإيديك بالشكل ده اول حل التاني ان انت عندك من Rotation هنا هو عاملك Presets جهزة الـ Presets دي هي اتجاهات معينة الـ Object بيكون لافف فيها انت بتقدر تختار منها اي حاجة اي اتجاه والشكل بتاعك بيتطبق عليه اتجاه الـ Rotation ده فلو عملناها ليفت حاجة زي كده او لو عملناها مثلا Of Access Right مثلا فانت بقى عندك ده الاتجاه بتاعها او اي اتجاه تاني طبعا انت ممكن تختاره بيتطبق من الـ Presets او الحاجات اللي جهزة دي خلينا بس نكبر الـ Plane كده شوية علشان تبين وطبعا ممكن نعملها حاجة زي كده ان احنا نستخدمها كأرض او كحيطة مثلا انت طبعا هنا عندك وبيفل دول هما ده معناه ان هما ملهمش تطبيق في فعادي دي ما فيهاش مشكلة انت ما عندكش هنا مفتوح غير الـ Rotation فانت بتقدر تختار جهزة او ان انت تتحكم في عن طريق دول فلو بس غيرت اتجاه ده على الـ X او الـ Y او الـ Z المنظور بتاع الـ Object بتاعك فبيبقى كأنك غيرت المنظور بتاع الكاميرا اللي انت بتصور منها فبتتحكم في المنظور عن طريق السلايدر ده وهو ده كل حاجة موجودة في الـ Plane عندنا ودي طبعا اسهل حاجة بس زي ما قلنا غالبا مش بنستخدمها غير في ارض او في حيطة او حاجة زي كده فخلينا نسيبها زي ما هي كده دلوقتي نعتبارها الارض بتاعتنا وخلينا نرسم وربع تاني حاجة زي كده ونتديله لون تاني علشان نجرب الـ Extrude فنفس الكلام بترسم الشكل بتاعك وبعدين هتروح تدوس على Extrude واللي Extrude بيعمله انه هو بس بيعملك Extrusion او بيعملك عمق ليه الشكل اللي انت عملته فهو حاولك المربع ده حاجة كده زي Cube وطبعا انت بتقدر تتحكم في Depth بتاع الـ Extrude ده من هنا الـ Depth اللي هو العمق بتاع الشكل بتاعك بتقدر تتحكم فيه عن طريق السلايدر ده وبعد كده عندنا Option Cap Cap ده انه هو بيقفل لك الشكل بتاعك او بيسيبه مفتوح هنا طبعا احنا عندنا الكاب مقفولة عشان كده هي اصلا هو مختار لك Option ان الكاب يكون مقفول بس لو دوسنا على الايكن دي فهيفتح لك الكاب بتاع المكعب بالشكل ده فبيبقى مفتوح حاجة زي كده وبعد كده عندنا Option بتاع Bevel انه هو يعملك بس تكون كده او تكون لفة فاحنا عندنا الـ Bevel Shape الاساسي هو بيكون عندنا بس انت لو فتحت من هنا بتلاقي معمولة برضو بتقدر تختار شكل اللي انت عاوزه فمسلا ممكن تعملو حاجة زي كده او ممكن تعملو حاجة زي كده انت بتقدر تشوف الشكل هو رسم لك الشكل هيبقى عامل ازاي وانت طبعا جرب براحتك كل الاشكال وشوف انت محتاج ايه في الشكل اللي انت بترسمه فبتقدر تعمل حاجة زي كده خلينا نرجع دلوقتي بتقدر كمان تتحكم في بتاع اللي هو قد ايه البافل ده هيكون لافف قد ايه وكمان بتتحكم فيه بتاع البافل فبتقدر تتحكم في بعد الجزء اللي معموله عن الشكل ككل بتقدر تتحكم فيه بتاعه بالشكل ده واخر حاجة عندك هي ريبيت ريبيت دي اللي بتعمله انه هو بيكرر لك الجزء اللي معموله على حسب انت عاوزه كم مرة مرة اتنين تلاتة اربعة براحتك انت بتعمل وهو بيكرر لك الخطوات او الاجزاء بيتعمل لها بتاعت البافل بتاعتك وطبعا ممكن بعد اي خطوة بترجع تغير الشكل بتاع البافل شيت مسلا او تغير اي حاجة من اللي انت اصلا زبطتها بتقدر ان انت ترجع ويتعدل عليها تاني اللي بعد كده معانا وهو دي هي المسافة ما بين الاجزاء اللي معمول لها فاحنا عندنا هنا الاربع اجزاء فانت لما بتصغرهم بيوسع المسافة ما بينهم بالشكل ده او بيصغرها على حسب انت بتحركه ازاي او نسبة اللي انت بتعملها بعد كده عندنا ده بيعمل لك نفس البافل بالبافل شيب اللي انت مختاره اصلا بس بيعمله لك بيفل انسايد بيعمل لك الناحية التانية وطبعا ده بيتطبق على اي بيفل شيب انت بتختاره فممكن تغير حاجة زي كده وهيفضل برضو عامله بيفل انسايد الابشن اللي بعد كده بيفل بوت سايدز ده بيعمل لك بيفل من الناحية التانية كمان من الشكل بتاعك فاحنا لو لفينا الشكل ده بالطريقة دي هتلاقي انه نفس الشكل البيفل شيب بالريبيتشن او الريبيت بنفس كل حاجة الهايت والوات اللي انت مزبطهم هتلاقيهم اتطبقوا الناحية التانية فبقى معمول بيفل من الناحيتين عندك وبعد كده طبعا ممكن تلغي كل ده خلينا نمجح كم خطوة الوراء بكونترول زد او ممكن تعمل ريسات وبيعملك ريسات لكل حاجة لديفولت ساتنز بتاعت او الديفولت فاليوز بتاعت البرنامج نفسه بيرجعها لك تانية زي ما كانت الحاجة اللي بعد كده عندنا طبعا هي الروتيشن وهي هي اللي احنا شرحناه من شوية عندك البريسات بتاعت الروتيشن او ان انت ممكن تعمل روتيشن مانيوالي من السلايدرز دي او البرسبكتف تغيره زي ما شرحنا من شوية وطبعا تقدر ان انت تغير اللون بتاع الابجيكت بعد ما بتخلص كل حاجة زي ما انت عاوز فبتتحكم في اللون بطريقة طبيعية جدا عادي وكمان لو انت حيب ان انت عندك تو ابجيكت فانت عاوز ان هما يكون شكلهم زي ما يكونوا محتوطين على بعض فلو من البريسات غيرتهم الاتنين لنفس الاتجاه بالضبط هتحس ان هما بالضبط محتوطين على بعض ودي فايدة البريسات فانا اديت الكيوب ده نفس البريسات بتاعت الارض اللي تحتها فبقت كأنها محتوط فوقيها زي كده او ممكن طبعا ان انا غيره بدل ما هو ايزومتريك طاب ان انا خلي ايزومتريك رايت او لفت فبالشكل ده بقى كاني حطى الكيوب فوق الارض او البلين اللي عندي بالشكل ده وطبعا نفس الكلام ممكن اعمل لها مسلا بفل انسايت حاجة زي كده او اي شكل انت حابب تعمله وبس كده علشان ما نطولش الفيديو ده خلينا نكمل في الجزء اللي جاي ان شاء الله بقية الابشنز اللي موجودة عندنا فيه فلا حد كده لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او استفس اقتصرات ياريت تسيبوها لنا في الكومنت واشوفكو في الجزء اللي جاي ان شاء الله باي باي